السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الثلاثاء 15 تشرين الأول أكتوبر القمر اليوم موجود في برج الحوت رح يظل موجود في برج الحوت لغاية الساعة 8 و33 دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينتش لا ينتقل بعدها لبرج الحمل ورح يظل موجود في برج الحمل لغاية الساعة 7 و59 دقيقة من مساء يوم الخميس بتوقيت جرينتش القمر الآن موجود في منزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر طبعا هذا الوجود في المنزلة هاي اللي هي موعد بثل الحلقة رح يظل القمر موجود في هاي المنزلة حتى تمام الساعة 11 و58 دقيقة من مساء موعد بث الحلقة اللي هو يوم الاثنين لا ينتقل بعدها لمنزلة الرشا يعني من بعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش بيكون القمر موجود في منزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلام والصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 38 و33 دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء لا ينتقل بعدها لمنزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيد العلاج الأسنان العمليات الصغرى وتقليم الأظافر وحلاقة الشعر القمر بما أنه موجود في برج الحوت لغاية ساعات المساء فأيذن بظل الجانب الروحي بيلعب دور مهم جدا في حياتنا في هذا الوقت ومنشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين نكشف عن مشاكلنا للآخرين ممكن نجد صعوبة في اتخاذ بعض القرارات البعض ممكن يتهرب من المسئولية أو من المواجهة أو من الالتزام في بعض الأمور كثير من الخاسرين والفاشلين ممكن يعانوا من مشاكل في الحب أو يديروا ظهورهم أو يتهربوا من المسئوليات ويظرفوا الدموع على خيبات الأمل بالإضافة إلى ذلك بيتغيب عدد كبير من العمال عن العمل بسبب مرض أو التهرب من العمل بسبب الملل أو الإحباط أو عدم الرغبة في العمل طبعا أثناء وجود القمر في برج الحود ممكن بعض الأشخاص يبدأوا علاقة حبة جديدة هي فترة جيدة للتأمل الصلاة المشاركة في الأعمال الفنية مثل الشعر الرسم تصوير زيارة المرضى شراء كاميرا أو معدات فنية أو البدء بعمل فني بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة ستة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا تجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها وبنثق في وعود غير واضحة ونقبل بإقتراحات غير منطقية لازم نكون متأيقظين في نفقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل اللي ممكن يعرضنا لعسر الهضم والتخمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة سبعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهو الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيهم بخطوات مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة ثنتين وثمانية وخمسين دقيقة عصرا بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها تمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلية غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والفن بأشكاله والميل لكل ما هو مدهش وغريب ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة أربعة وثمانية وعشرين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاهم وإدعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة خمسة وتسع دقائق بعد العصر بتوقيت جرينج بتعزز الخيال الخصب وبيق والحدث وعليف أنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجال أذة صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل هذا وقت مناسب للراحة بتزيد من حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال الفنية أو المسرح أو الروحانيات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة سبعة وتسع وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وابتدفعنا للإبداع بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة سبعة وتسع وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج وبينتهي الساعة ثمانية وثلاثة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينج هذا بيعني أن الفترة المذكورة لمدة تقريبا اثنين وثلاثين دقيقة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بالإكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ثمانية وثلاثة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينج خلاص القمر بانتقل بيستقر في برج الحمل تماما عشان هيك من ساعات المساء بنشعر بأن أكثر نشاط في العمل أكثر تصميما أكثر استقلالية ممكن نبدأ مشروع جديد ولكن من المرجح أن يكون أفعلنا متسرعة أو متهورة علينا أن نكون حذرين على الطريق أكثر أثناء الحركة أو قيادة السيارات منلاحظ أيضا أنه خلال هذا الوقت بنفقد صبرنا في تعاملاتنا مع الآخرين وهذا الشيء ممكن يؤدي لها بعض المشاكل والحجج بالغير ضرورية لازم نكون أكثر دبلوماسية نتفقد لأنه بالفترة هاي إحنا منفقد دبلوماسيتنا وبتسيطر علينا العصبية وفرض الرأي والتحكم بالغير دائما لما يكون القمر موجود في برج الحمل يوصى بإجراء فحص للعيون إذا لازم الأمر لذلك تعديل تسريحة الشعر وإقامة الحفلات بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم طبعا ما ننسى قبل ما أذكر هاي الأعضاء إنه إحنا الآن في مراحل اكتمال القمر أنا ما بنصح بالعمليات الجراحية وخصوصا عمليات الجراحية اللي ممكن يكون من آثار هالنزيف أو لأنه بالفترة هاي بيكون فيه سيولة بالدم الزيادة عن اللزوم بسبب ضغط الدم العالي فإذن خلينا نذكر الأعضاء من الآن وحتى ساعة المساء الأكثر حساسية هي القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الإندورفين وهو الهرمون المساكل للألام والميلاتونين وهو الهرمون المساعد على النوم أما من ساعات المساء وما بعد بصير عنا الأعضاء الأكثر حساسية الرأس الأسنان اللسان العضلات المخططة القضيب المرارة والشرين والدم هاي الأعضاء اللي بتكون أكثر حساسية واللي لازم إذا بدنا نعمل أي عمليات جراحية لإلها بتكون إضطرارية جدا والأشخاص اللي بأخذوا مميعات بدهم يكونوا حذرين يما ينسوا يبلغوا الطبيب أو يوقفوا المميعات قبل إجراء أي عمل جراحي طبعا زي ما ذكرت أنا ما بنصح بإجراء العمليات الجراحية بهذا الوقت إلا إذا كانت إضطرارية وغير قابلة للتأجيل هاي الفترة غير مناسب العمليات التجميل مثل الجراحة ولكن الحق ما في أي مشكلة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية للأشخاص اللي بيعانوا من كثافة الشعر يصلح لقص الشعر التجميلي يصلح للصبغ والحنة ما زل يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه رح ينتقل لبرج الحمل خلو المسار القادم بيبدأ يوم الخميس للساعة 27 و 26 دقيقة مساء بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة 7 و 59 دقيقة مساء بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المكتمل عمره 13 يوم الساعة 51 و 54 دقيقة بعد الظهر بنبدأ باليوم الأربعة عشر نسبة الإضاءة بتكون 96 في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 22 سعيد بنسبة 60 في المية الآن ساعة الصباح سعيد بنسبة 15 في المية القمر في الحوت وفي ساعات المساء رح ينتقل للحمل ورح يظل في الحمل ليوم 17 منتحس بنسبة 40 في المية الآن ساعة الفجر منتحس بنسبة 25 في المية ساعة الصباح سعيد بنسبة 15 في المية ساعة المساء سعيد بنسبة 45 في المية ساعة المساء متأخرة سعيد بنسبة 15 في المية عطارد في العقرب حتى يوم 2-11 سعيد بنسبة 15 في المية الزهرة في العقرب حتى يوم 17-10 سعيد بنسبة 45 في المية المريخ في السرطان حتى يوم أربعة أحداش سعيد بنسبة ستين في المية المشتري في الجوزاء بيتراجع حتى يوم أربعة أثنين منتحس بنسبة ستين في المية زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم خمسة عشر أحداش منتحس بنسبة عشرة في المية ورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم ثلاثين واحد منتحس بنسبة خمسة في المية نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم سبعة أثناش منتحس بنسبة عشرة في المية بلوتوف الجدي حتى يوم 19-11 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا ما زال قمر موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات المساء إذن بظل التعامل سيطر عليكم حاولوا أنكم ما تتخذوا قرارات حاسمة حاول أنك تعمل بشكل روتيني قدر الإمكان من ساعات المساء بتبدأوا فترة أفضل بتعيدلكم نشاطكم المفقود وتعتبر فترة مثمرة وناجحة ممكن تتمم بعض المصالحات أو تتمم مصالحة أو تتقرب المسافة بين الأحبة حضورك بيكون مميز في ساعات المساء وبتنشط وطيرتك بالعمل وبتتسارع الأحداث أهم إشي أنك تنظم جدول أعمالك تفادي للتقصير برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر بيقترب لبيت المتاعب فإذن بظل في نشاط اجتماعي لقاء أصدقاء ممكن يتوجه لك دعو إلى حضور حفلة أو مناسبة من الآن وحتى ساعات المساء وممكن يكون لقاء أو ادي ما بينك وبين أحد المعارف أو تستعين بأحد المعارف ولكن بنصحك أنك تتمم وتنجز كل الأعمال الضرورية قبل ساعات المساء لأن في ساعات المساء بتدخل فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم لا تراهنوا على أي نتيجة وما توقعوا على ورقة أو على عقد في الفترة القادمة وحاذروا من التراجع المعنوي وحاذروا من الفوضى والتأخير وخيبات الأمل برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بتكونوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل بيظل في فرصة إلى عمل جديد أو تقديم طلبات أو مقابلات أو تعزيز العلاقة ما بينك وبين المسؤولين وبدكوا تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل حاول أنك ما تجازف وما تغامر وبرضو ما تشوه سمعتك في بعض التصرفات في ساعات المساء بتنشطوا اجتماعيا تلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم فترة جيدة بتفتح أمامك أهواب للتعارف والصداقات بتبدو مطمئن البال ممكن تظهر ليوني وتكيف مع المستجدات بيرتفع رصيدك الشعبي وبتكسب ثقة الآخرين برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان بيظل عندكم نشاط عالي جدا على مستوى الاتصالات الخارجية أو التعامل مع الأجانب أو المراسلات أو الأوراق والامتحنات والمقابلات أو حتى اللقاءات العاطفية خلال هذا اليوم وهو داعم لإلك بشكل كبير ولكن حاول قدر الإمكان تتمم كل الأعمال قبل ساعات المساء من ساعات المساء بدك تحاذر موقف مفاجئ للشريك أو زميل أو تطرق بعض التغييرات اللي بتثير غضبك أو شمئ زازك حاول أنك يعني تكون حذر جدا لأنه ممكن يكون فيه مواجهة في العمل تزعجك وربما تشكوه من بعض التحديات فبدك تهد من روعك قدر الإمكان برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد طبعا من الآن وحتى ساعات المساء بيظل التركيز على الأموال المشتركة تفحصوا حساباتكم المشتركة متنعوا عن أي خطوة مالية جديدة بعدكم ممكن يكون عندوا بعض الوثائق أو المعاملات البنكية أو حل بعض المسائل المالية أو تواصل مع أحد الأشخاص القدامى في حياتك من ساعات المساء طبعا تنشطوا بالاتصالات بسفر بعيد أو ممكن حتى حوار مع أشخاص أجانب مثلا أو تحضر لرحلة أو تنشط في المفاوضات والأبحاث وهي فترة إيجابية مثمرة بتكثر عندك أو بتسهل حركة التواصل مع الآخرين استغل كل الفرص لا إنجاح أعمالك برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء بينصب إهتمامكم من الآن وحتى ساعات المساء حول تعزيز شراكاتكم سواء شراكات العمل أو العاطفة ما تنسى أن القمر موجود مقابلك تماما وطاقتك ضعيفة وعصبي حاد في طباعك ردات فعلك شوي مش مدروسة فبدك تكون حذر جدا لغاية ساعات المساء أما من ساعات المساء وما بعد بتنهمكم في عادة تنظيم أموركم المالية المشتركة أهم شيء ما تهملوا وضعكم أو وضع ما ممكن يطرع الساحة صحيا قانونيا ممكن تكون هدف سهل للمشاكل الإدارية أو القانونية فما تغامر على المستوى المالي نهائيا وإحرص على التفاصيل برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا لا تنسى أن القمر الآن بتجه لمقابلتك في ساعات المساء رح يصير مقابلك تماما إذن الآن تركيز على العمل وعلى الصحة واصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل ما تبادروا لأي عمل جديد خلي علاقاتكم جيدة مع زملائكم بالعمل ودقق في أعمالك بشكل جيد لا تلتي بالأعمال الغير ضرورية ركز على الأعمال الضرورية والمهمة وتممها بالكامل في ساعات المساء بتكن تنتبهوا لصحتكم أكثر بترغبوا في تعزيز شراكاتكم طبعكم حدي ممكن التور بسبب تحفظ أو ردات فعل سلبية عليك تجنب المشاكل قدم بعض التنازلات إذا دعت الحاجة عشان ما تكبر المشاكل الزيادة عن اللزوم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً بتظل العاطفة قوية لديكم بتميلوا للتقارب مع أحباكم تجاوب معهم خلال هذا اليوم لغاية ساعات المساء للترفيه للإهتمام بالذات لها ممارسة هواية للتواصل مع الأحبة مع الأبناء لها الأمور الفكرية يعني طاقتك عالية جداً حاول إنك تستغل هاي الساعات لغاية ساعات المساء لإتمام كل الأمور المهمة من ساعات المساء بتكون تنتبغوا لصحتكم بتلازمك الواجبات في ساعات المساء بترافقك مشاعر مختلفة معظمها فيها قلق تنظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير أو تأخير وما تهمل صحتك ولا الواجبات اتجاه الأحبة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً من الآن وحتى ساعة المساء التركيز على الأمور العائلية أو البيتية ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي يطلب منك التدخل أو حلو جنبوا ادخال أي تغيير جذري على مسكنكم ممكن يكون في مناسبة أو حدث مفرح على المستوى العائلي في ساعات المساء بتزداد رغبتكم فالتقرب والتفاهم مع أحباءكم بيقدم لك يعني بهذه الساعات بتقدم لك فرصة مناسبة للمصالح حول التسوي وكذلك للتعارف والارتباط من ساعات المساء نشاطاتك متنوهعة وثقتك بنفسك عالي وقدرتك على استيعاب الأمور بتكون أيضاً عالي جداً برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً اللي بدي يتقدم لامتحان خلال ساعات النهار لغاية ساعات المساء بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوذ رغم أنه طاقة إيجابية على مستوى الاتصالات الامتحانات السفريات القصيرة ما رح تهدأ وطيرتك اليوم تواصل رغبتك بإقناع الغير أيضاً قدرتك على إقناع الغير سرعة البديهة عالي جداً عندك ولكن دير بالك من المخالفات والحوادث أثناء الحركة أو قيادة السيارة وممكن أعطال كهربائي أو أعطال بالسيارة من ساعات المساء بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية بتكونوا شوي حساسين عدوانيين بسبب مزاجك بسبب خلاف أو سوء تفاهم عليك الحذر أثناء التنقلات وقيادة السيارة برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعاً بظل في فرصة خلال هذا اليوم لما أكسب مالي بيجي من عمل إضافي مستردات هباد دعم ولكن مصاريفكم اليوم بتكثر فبتكون تجنببوا شراء أي حاجية ثمينة خففوا من النفقات والمغامرات المالية انتبهوا من النصابين والمحتالين أيضاً وخففوا من النفقات أما من ساعات المساء بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات هو من المحتمل أنه يعاني لبعض منكم من بعض المشاكل أو نزاعات مع رفيقه أو رئيسه في العمل أو مع الزوج أو الزوجة لأسباب كلها بتعود للوضع المالي كما عليك تجنب التبذير برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعاً اليوم أنتوا نشاط عالي أكثر من الأيام الماضية مع هيك حاولوا أنه ما تبادروا لأعمال جديد بل وصلوا لأعمال اللي بداتوا فيها من قبل مرغوبين محبوبين عندكم رغبة للانطلاق للتواصل للإهتمام بالذات ثقتكم بنفسكم عالية حاولوا ما تخلوا حد يشكك بشخصيتكم أو بثقتكم وبرضو امسك أعصابك في ساعات المساء بتنهمكم في ضبط ميزانيتكم ولكن بيكون مزاجكم شوي تحول بصير سيء شوي بتكونوا قليلين الصبر وهذا الشيء ممكن يسبب لكم لزاعات مع المحيط وأيضاً بصير عندك رغبة عارمة لصرف الفلوس هذا إذا كان في فلوس أصلاً هيك من كون انتهينا من توقعاتنا فهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء